سآتيكم بحديث تعرفونه بحديث تعرفه الشيعة والمخالفون أيضا يعرفونه بحديث هو مصداق واضح للأحاديث البرزخية حديث الثقلين تتعجبونه حينما أقول هذا الكلام حديث الثقلين حديث برزخي لا يتناسب مع مرحلة التأويل ماذا تعلمنا في صحائف العقيدة السليمة الدين له أصل واحد هو الإمام فما الحاجة للقرآن للكتاب الدين له أصل واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين تستغربون من كلامي لأن ثقافتكم هي ثقافة السقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجاف أنتم ما ثقفتم بثقافة العترة الطاهرة هذا البرنامج الخاتمة هو الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة البرنامج عنوانه ملف الكتاب والعترة الملف مكان توضع فيه المعلومات فهذا ملف تجمع فيه الوثائق العلمية من الكتاب ومن حديث العترة فحديث الثقلين حديث برزخي لذلك تجدون أن أكثر الذين تشيعوا في زماننا على الأقل تشيعوا بسبب هذا الحديث الذين ألفوا كتبا العديد منهم صرحوا بذلك من أنهم دخلوا التشيع من بوابة حديث الثقلين والذين لم يؤلفوا كتبا وهم أكثر وأنا أعرف جمعا كبيرا منهم تواصلوا معي تواصلت معهم سمعت أحاديثهم في الأعم الأغلب جاءوا من خلال بوابة هذا الحديث هذا حديث يطرحه الأئمة على سبيل المحاججة لا على سبيل الحقيقة على سبيل المحاججة العلمية نحن لا نحتاج الكتاب مع وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا نحتاج الكتاب ولذا فإن النصوص المختلفة لحديث الثقلين مرة يقول الحديث من أن النبي ترك فينا الثقلين كتاب الله وعطرتي والعترة على حد المساوات مثلما جمع بين مسبحتين جمع بين مسبحتين للمساوات بينهما وعندنا من الأحاديث فيها تمييز بين الثقلين هناك الثقل الأكبر وهو القرآن وهناك الثقل الأصغر وهم العترة فالعترة ثقل أصغر بالقياس إلى القرآن وهناك أحاديث تقول الثقل الأفضل الثقل الأفضل هو القرآن فستكون العترة أقل فضلا من القرآن وهناك في الأحاديث الثقل الأطول وهو القرآن فستكون العترة الثقل الأقصر وفي كتب المخالفين الثقل الأعظم وهو القرآن وحينئذ ستكون العترة الثقل الأقل الثقل الأصغر الثقل الذي لا يوصف بأنه الأعظم هذا هذا موجود في الروايات المتعددة التي نقلت لنا حديث الثقلين هذا لا ينسجم مع الأصل الواضح من أن الدين له أصل واحد نحن لا نحتاج الكتاب مع وجود المعصوم حاجتنا للكتاب كمصدر علمي حاجتنا للكتاب كمصدر للنصوص لو أن المعصوم قال لنا من أن هذا النص في المصحف ليس صحيحا والصحيح هو هذا فهل نقدم ما جاء في المصحف على قول المعصوم أم أننا نقدم قول المعصوم على ما جاء في المصحف فحاجتنا للإمام المعصوم حاجتنا للقرآن بقدر ما يقدرها لنا الإمام المعصوم الإمام المعصوم هو الذي يحدد لنا مستوى حاجتنا للقرآن وهذا هو منطق القرآن نفسه تعالوا معي إلى سورة العنكبوت وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة العنكبوت الآية التي تسبقها وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتاب المبطلون الحديث عن شيء مكتوب عن شيء مقرؤ إنه المصحف وما كنت تتلو من قبله من كتاب المخالفون يستدلون بهذه الآية على أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة ومراجع النجف كذلك والأئمة يعدون الذي يقول هذا القول كذاباً ويلعنونه في رواياتنا الذي يقول من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمام قريش فذلك لا يعني أنه لا يحسن القراءة والكتابة والآية تتحدث عن هذا المضمون من أن النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمامهم وإلا كيف لا يحسن القراءة والكتابة الذي يقول بهذه العقيدة بحسب الأئمة كذاب وملعون من قبل الأئمة وبالمناسبة مراجع النجف طرّا يقولون بهذا القول بحسب الروايات هم كذابون وملعونون من قبل الإمام الباقري ومن قبل الإمام الجوادي الروايات وردت عن باقر العلوم وعن جواد العترة الطاهرة ووصفت الذين يقولون من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة من أنهم كذابون والإمام قال لعنهم الله لعنهم لعنهم الإمام الباقر ولعنهم الإمام الجواد على أي حال إذا أردتم التفصيل في هذا الموضوع فإنني قد تحددت عن ذلك بشكل كامل مفصل بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية أكتبوا اسمي واكتبوا هذا الموضوع ستخرج لكم التفاصيل أعود إلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة العنكبوت الآية السابقة تتحدث عن كتاب عن شيء مكتوب ومقروء وما كنت تتلو من قبله من كتاب تتلو إنها القراءة ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو ما هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا هو القرآن فأن نحن بحاجة إلى القرآن الذي هو في المصحف هذه الصدور صدور من صدور من هذه صدور الصحابة الله أودع القرآن في صدور الصحابة نزله على قلب محمد وفاطمة قلبي محمد يقول وتقولون لي من أنها ليس بإمام من أم ذاكم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من هم الذين أوتوا العلم هم الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران في الآية السابعة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هذه الصدور صدور من علي وآل علي هذا صدر محمد هذا صدر علي هذا صدر فاطمة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا هو القرآن القرآن ما هو بشيء مكتوب هذه وسيلة لأجل تسهيل الأمر علينا كي نجد النصوص ويكون هذا الكتاب مصدرا علميا لنا مصدرا لهذه النصوص أما حقيقة العلم وحقيقة القرآن ليس في هذه الأوراق إنها في هذه الصدور هذا هو القرآن يقول ما أنا الذي أقول أنا لا أنقل لكم رواية هذه آية يفترض للذين أدوا الطقوس في ليلة القدر أن قرأوا سورة العنكبوت من السور الذي يستحب أن تقرأ في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان في ليالي القدر وهذه الآية من سورة العنكبوت بل هو آيات بينات أين هذه الآيات البينات آيات بينات ببيان إلهي أين في صدور صحابتي أي منطق هذا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذين أوتوا العلم الحقيقي من هم؟ محمد وآل محمد وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الصحابة هم الظالمون الذين جحدوا بآيات الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الذين أوتوا العلم هؤلائهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يحدثنا أئمتنا عن الذين أوتوا العلم الذين جعل الله صدورهم خزائن قرآنه من هم هؤلاء هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف أحب كتاب إلى قلبي من كتب الحديث وهو أعظم كتبنا وأشرفها وأقدسها هذه هي العيون الصافية التي وجهنا إليها علي ومنعنا عن العيون الكدرة التي يشرب منها مراجع النجف الأغبياء وبعد ذلك يسقونكم منها من بقايا قذاراتهم التي جلبوها من تلك العيون الكدرة القذرة هذه العيون الصافية هذه العيون الصافية الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا الجزء الأول صفحة باب أن الأئمة قد أوته العلم وأثبت في صدورهم الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر يقول في هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ماذا فعل إمامنا الباقر فأومأ بيده أومأ بيده إلى صدره الشريف هو الذي يقول فليشرق فليشرق الحسن البصري واليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا يشير إلى صدره الشريف فليشرق فليشرق وأنا أقول لكم فلتشرق حوزتكم في النجف وليشرق مراجعكم في النجف الأموات الأحياء القادمون فليشرقوا وليغربوا فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير فالباقر يشرح الآية بإشارة واضحة إلى صدره الشريف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أبو بصير يقول الإمام يقرأ الآية ويشير إلى صدره المبارك فأومأ بيده إلى صدره الحديث الثاني بسنده عن عبد العزيز العبدي عن أبي عبد الله عن الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال هم الأئمة ومن غيره من غيره قال هم الأئمة الحديث الثالث بسنده عن أبي بصير قال قال أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه في هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ثم ماذا قال إمامنا الباقر أما والله يا أبا محمد أبو محمد هي كنية ثانية لأبي بصير كنيته العاصل أبو محمد ويكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا كان بصيرا ثم قال أما والله يا أبا محمد ما قال بين دفتي المصحف قلت منهم جعلت في ذاك لاحظوا الدقة في الكلام ثم قال أما والله يا أبا محمد ما قال الله من أن القرآن ما بين دفتي المصحف ما أنا قلت لكم الثقافة التي أنقلها لكم أنقلها لكم من قرآنهم ومن حديثهم لا أنقل شيئا من عندي هذه رواياتهم الإمام الباقر يقول لأبي بصير يا أبا محمد ما قال ما قال الله بين دفتي المصحف القرآن ليس بين دفتي المصحف القرآن الحقيقي قلت منهم منهم جعلت في ذاك قال من عسى أن يكون غيرنا من عسى من عسى أن يكون غيرنا نحن الذين يتحدث الله عنهم هذه الصدور صدورهم التي جعلها الله خزائن أسراره خزائن علمه وخزائن قرآنه الرواية مهمة جدا التفتوا إليها أما والله يا أبا محمد ما قال ما قال الله بين دفتي المصحف فإن الله ما جعل القرآن الحقيقي بين دفتي المصحف وإنما أين جعله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قلت منهم جعلت في ذاك قال من عسى أن يكون غيرنا هل هذا من سؤال من عسى أن يكون غيرنا هذه الآية لا تحتاج إلى روايات في تفسيرها آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هل هناك من أحد نستطيع أن نشير إليه نشير إلى صدره أن يكون خزانة لقرآن الله وأن يكون خزانة لأسرار الله إنها صدورهم فقط مثل ما قال الباقر فليشرق الحسن البصر واليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ويشير إلى صدره الشريف صلوات الله عليه الحديث الرابع بسنده عن هارون بن حمزة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سمعته يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال هم الأئمة خاصة بشكل خاص هذه آية خاصة بصدور خاصة إنها صدور محمد وآل محمد إنها خزائن الله إنها صناديق أسراره إنها خزانة علمه إنهم آل محمد هل من قول بعد هذه الحقائق فحديث الثقلين هو من الأحاديث البرزخية أعرفوا منزلة محمد وآل محمد أعرفوا أعرفوا إمامكم أعرفوا أئمتكم والله ما طيح حظكم إلا هؤلاء الذين في النجف طيح حظكم طيح حظ دينكم طيح حظ عقيدتكم وفعلوا ما فعلوا بكم فعلوها فعلوها عبر التأريخ فعلوها مع أجدادنا وآبائنا أضلهم مثل ما قال صادق هم ضالون ويضلون الشيعة معهم وشيعة فرحة تركض وراءه ما هذا هو القرآن واضح صريح فحديث الثقلين من الأحاديث البرزخية كنت متعمدا وبدرجة عالية حين أسميت البرنامج ملف الكتاب والعترة ولم أطلق عليه دين الكتاب والعترة لأن الدين هو دين العترة وما هو بدين الكتاب والعترة هو دين صاحب الزمان ولذا في البرنامج الذهبي ماذا نقول لكم في المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك هذه هي المعرفة الذهبية أما حديث الثقلين فهو حديث برزخي بالإجمال ينسجم مع القرآن بالإجمال من حيث أننا نجعل القرآن مصدراً علمياً ونجعل حديث العترة مصدراً علمياً لعلم الدين لا أن يكون مصدراً للدين مصدر الدين فقط هو الحجة ابن الحسن فقط الإمام المعصوم لأن علم الدين شيء والدين شيء آخر الدين معرفة تتمازج مع العقل والقلب وعلاقة مباشرة مع الإمام المعصوم ولا بد من نورية تشرق من إمامنا إلى قلوبنا كي تنجذب القلوب إلي وكي نتواصل معه الدين شيء وعلم الدين شيء آخر فقد يكون الإنسان يمتلك الكثير من علم الدين لكنه ليس عارفاً بإمام زمانه أن يكون عارفاً بإمام زمانه أن تكون صلة فيما بينه وبين إمام زمانه والعقيدة السليمة ليست هي التي تنشئ تلك الصلة العقيدة السليمة بوابة لتلك الصلة ربما يكون للإنسان من العلم المفصل بالعقيدة السليمة لكنه ليس على صلة صحيحة بإمام زمانه فالهدف من دراسة العقيدة السليمة لأجل أن تعيننا على أن تكون لنا صلة سديدة بإمام زماننا سيتضح هذا الأمر جليا بالتدريج حتى نصل إلى نهاية هذا البرنامج أعود إلى حديث الثقلين فالقرآن هو آيات في صدورهم وليس ما بين الدفتين ما بين الدفتين كتابة لنصوص الآيات تشكل كتابا يكون مصدرا لعلم الدين وحاجتنا له يحددها المعصوم ولذا فإن المعصوم قال لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس وقراءة الناس خصوصا هذه القراءة التي كتب بها المصحف إنها قراءة حفص عن عاصم ابن ابن النجود هذه القراءة كذبا تنسب إلى أمير المؤمنين هذه من أكثر القراءات نصبا وعداء لمحمد وآل محمد ولذا فإن الأئمة حينما يبينون لنا قراءتهم يقرؤون هذه الآيات ثم يقولون من أنها نزلت هكذا لكننا أمرنا أن نقرأ القرآن مثل ما يقرأه الناس مثل ما هو في المصحف أما التفسير فإننا نفهم القرآن بحسب قراءتهم وهذا الأمر واضح وواضح جدا في رواياتهم ولذا في بيعة الغدير النبي أخذ العهد علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي إنه التفسير وفقا لقراءتهم أما هذه التفسير التي كتبها مفسر سقيفة بني ساعدة ومفسر سقيفة بني مرجعية فإنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري وفقا لهذه القراءة ونحن أمرنا من الأئمة أن نقرأ هذه القراءة فقط أما في مقام التفسير أن نعود إلى قراءتهم صلوات الله عليهم هم يحددون لنا ذلك قالوا لنا اقرأوه كما يقرأه الناس حتى يأتي إليكم من يعلمكم إنه صاحب الأمر وكأني بأبناء العجم أمير المؤمنين يقول يضربون فساطيطهم خيمهم على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل سيأتينا سيأتينا من يعلمنا أما في التفسير فعندنا من يعلمنا عندنا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير هذه الثقافة الأصيلة للعترة الطاهرة بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف نحن إذا ما ذهبنا إلى الآية الأخيرة من سورة الرعت وهي الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة ويقول الذين كفروا لست مرسلا الخطاب لرسول الله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب إن أريد به القرآن فهو عندهم بالكامل فهل سيحتاجون إلى مصحف كتبه فلان وفلان حتى لو كان المصحف صحيحا بما جاء فيه فهم لا يحتاجون إلى ذلك وإلا كيف كانوا أئمة على الخلائق أما إذا أريد من علم الكتاب ما هو أوسع من القرآن ما يرتبط بالتحكم بكل الكون فهناك مثال تقريبي في سورة النمل في الآية الأربعين بعد البسملة قال الذي عنده علم من الكتاب هذا هو الكتاب نفسه هذا آصف ابن برخيا ابن برقيا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه سليمان رأى ذلك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة إنها الآية الأربعون بعد البسملة من سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فعلم الكتاب هذا هو علم الولاية التكوينية وهذا آصف عنده حرف واحد وحروف هذا الكتاب ما هي متساوية حروف هذا الكتاب ثلاثة وسبعون من الحروف ما هو موجود في الروايات من أن الأئمة عندهم اثنان وسبعون حرف وهناك حرف مخزون عند الله هذه الروايات علينا أن نرفضها لأنها تتعارض مع القرآن القرآن يقول من أن علم الكتاب بتمامه عندهم ما هي هذه الآية صريحة والأئمة قالوا لنا إذا ما شككتم بحديث اعرضوه على القرآن فإنني جئت بهذه الأحاديث وعرضتها على القرآن الروايات تقول من أن علم الكتاب يشتمل على ثلاثة وسبعين حرفا اثنان وسبعون عند الأئمة أما باقي الأنبياء فما عندهم إلا حروف قلائل وتلك الحروف لا يعني أنها جميعا متساوية فهذا الحرف الثالث والسبعون الذي عبر عنه بالسر المخزون هذا سيكون أوسع من كل الحروف الأخرى لكن الروايات التي قالت من أن الأئمة لا يمتلكونه هو عند الله سر مخزون القرآن يعارض هذه الروايات فهذه الآية صريحة من أن كل الحروف عندهم ومن عنده علم الكتاب لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وإنما هي ومضة خاطفة أشرت إليها لأجل الفائدة العلمية أعود إلى الآية بخصوص ما يرتبط بحديث الثقلين فإذا كان عندهم علم الكتاب بما فيه من تفعيل لحكومتهم على كل التكوين هل يحتاجون لأوراق جمع الصحابة النصوص فيها حتى لو كان جمعهم صحيحا هل يحتاجون إلى ذلك فأين سنضع حديث الثقلين إنه يوضع في محله في الدائرة البرزخية نحتج به على الآخرين يكون بيانا لمصادرنا العلمية علم الدين شيء والدين شيء آخر الإمام أصل الدين أما حديث الثقلين يتحدث عن مصادر العلم التي يمكننا أن نتعامل معها فهناك كتاب جمعت فيه نصوص الآيات وهو المصحف وهناك أحاديث العترة التي جمعت في هذه الكتب الحديثية التي أقرأها عليكم هذه مصادر علمية أما الدين فله مصدر واحد له أصل واحد وحتى هذا العلم إذا أردنا أن ندقق النظر فيه فمصدره المعصوم كل شيء مرده إلى أصل الأصول هذه الآية تضع حديث الثقلين جانبا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وإذا ذهبنا إلى سورة ياسين إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن قد أحصي في الإمام المبين وأحصي بطريقة عالية بل هو آيات بينات فهو لا يحتاج إلى ورق قد كتبت عليه آيات آيات بينات في صدورهم وهذا هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء أعرف فضل أئمتكم لا تستمعوا إلى هؤلاء الخطباء المعتهين هؤلاء والله لا ينطقون هراء هؤلاء ينطقون خراء جاءوكم به من حوزة النجاف هذا هو منطق قرآننا هل حدثتكم بشيء من عندي هل جئتكم بآية من الآيات المتشابهة ما هي آيات واضحة صريعة هذه سورة ياسين التي تقرؤونها دائما على الأقل تقرأ على الأموات قطعا من دون تدبر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر فحينما تكون القراءة لا خير فيها القارئ أيضا لا خير فيه لو كان فيه خير لكانت قراءته فيها خير القارئ أيضا لا خير فيه فلا خير فيكم ولا في قراءتكم يعني هذا الذي يقرأ سورة ياسين على الأموات لا خير في قراءته ولا خير فيه علي هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذا كلام علي ما هو كلامي وهو الذي يقول أنا الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء علي هو الذي يقول أيضا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لو لم يكن هذا إذن لما علمنا الإمام الهادي أن نقول في زيارتهم وذل كل شيء لكم نعم ذل كل شيء لهم لأن كل شيء قد أحصي فيهم كيف ذل كل شيء لهم لأن كل شيء قد أحصي فيهم وقد أحصي فيهم بهذا المستوى بمستوى إمام مبين بنفس المستوى الذي تحدثت عنه الآية في آخر سورة الرعد قل قل كفى بالله شهيدا بيني وبين كم ومن عنده علم الكتاب إنه العلم الحاكم على التكوين العلم الحاكم على الوجود فهل يحتاجون إلى مسحف فيه آيات جمعها فلان وفلان وبعد ذلك يقال عن من أنه الثقل الأكبر وهم الثقل الأصغر أي عقول هذه أعرض هذه الأحاديث على القرآن ألم يأمرنا أئمتنا أن نعرض الأحاديث على القرآن ألا تلاحظون أني دائما حينما أذكر حديث الثقلين أذكر النسخة التي ساوى فيها رسول الله بين مسبحتي دائما أذكر هذا النص لماذا لأنه هو الأرقى هو الأفضل هو الأقرب من مضامين القرآن بالمعنى الإجمالي باعتبار أن القرآن كتاب علمي مصدر للنصوص أما القرآن الحقيقي فهو صدر صاحب الزمان القرآن هو الذي يقول بل هو آيات بينات مر علينا الكلام هل أكرره مرة أخرى هذه الآية صريحة في أنه في أنه يجب علينا أن لا نبني عقيدتنا على حديث الثقلين يمكننا أن نبني ثقافتنا أن نأخذ معلوماتنا وفقا للمصادر التي تحدث عنها حديث الثقلين وبالإجمال أما بالتفصيل فإننا لا نأخذ العقيدة إلا منهم من أراد الله بدأ بكم ليس من أراد القرآن من أراد الله القرآن كلام الله يأتي في الحاشية من أراد الله بدأ بكم البداية منهم لأنهم أصل الأصول ولولانا ما عرف الله ولولانا ما عبد الله وبعبادتنا عبد الله هذه هي كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل